قرآننا دستورنا وحديث أحمد نورنا إجماع أهل العلم قد شهدوا به علماؤنا وقياس مسألة على أخرى سما أسلفنا هذه ركائز شرعنا تسمو بها أفكارنا تسمو بها أفكارنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتكم الله مشاهدين كرام في لقاء جديد معكم من حلقات برنامج ركائز التي نستطف فيها فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حياك الله شيخ وليد أهلا ومرحبا بك مرحبا بالإخوة المشاهدين و الأخوات المشاهدات و سألوا عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاءا خالصا لوجه الكريم و نافعا لعباده في أرضه اللهم آمين حلقتنا اليوم في برنامج ركائز النوازل الخاصة بطهارة المريض و صلاته و الله سبحانه و تعالى يبتلي من يشاء من عباده ليمحصهم و هذا الابتلاء يلازم الإنسان فيه عبادته لربه عز وجل مع وجود رخصة رخصها النبي صلى الله عليه و سلم لأمته عليه الصلاة و السلام نود أولا أن نعرف هل هناك قواعد تنطلق منها أو ينطلق منها الحكم على النوازل التي قد يصاب بها المريض في تعبداته الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله الأمين و على آله و أصحابه الطيبين الطاهرين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا جرم أن هناك جملا من الأصول و المقاصد و القواعد و الضوابط الشرعية التي ينطلق منها أحكام المريض و صلاته أحكام المريض و أحكام صلاته هذه القواعد كما يلي القاعدة الأولى أنه يقال في باب الإضطرار و الحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع و الاختيار و هذا مفتاح عظيم من مفاتيح العلم و من المعلوم أن الحالة المرضية تدخل الإنسان في حيز الحالة الإضطرارية أو الحاجية فحينئذ نطبق عليه أحكام الضرورات و أحكام الحاجيات القاعدة الثانية أن المتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير و أن الأمر إذا ضاقت تسع و أن مع العسري يسراء و أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة و أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر لقول الله عز و جل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتقوا الله ما استطعتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم و في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و يقول صلى الله عليه و سلم العمران بن حسين صلي قائما و قد كانت به بواسير قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب و أنت تعلم أن الأدلة في مثل ذلك متواترة و كل ذلك يدخلنا في قاعدة في معرفة قاعدة عظيمة و هي أن الشريعة تبني أحكام المريض و صلاته على التخفيف و التيسير لا على الإثقال و التعسير و الله أعلم طيب أبدأ الآن بمسألة أولى هناك من يكون عنده مثلا مرض دائم كسلس البول أو الإسهال الغير متحكم فيه هذا الحدث يعتبر دائم كيف يتطهر منه المريض في كل وقت أراد فيه الصلاة و العبادة الحمد لله و بعد المتقرر في القواعد أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة و يصلي و لا يضره خروج حدثه أبدا بمعنى أنه يطلب منه في ابتداء كل فريغة أن يستنجي جيدا و أن يتحفظ من خروج هذا الحدث ما استطاع إلى ذلك سبيلا ثم يتوضأ وضوءا واحدا ثم يستمر حكم وضوئه شرعا و إن خرج الحدث حقيقة و واقعا فلا يعتبر خروجه ناقضا لطهارته من باب التخفيف والتيسير و على ذلك حديث حمنة رضي الله تعالى عنها عند الإمام الترمذي في جامعه بإسناد لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال و توضأي لكل صلاة و كذلك في سنن أبي داود من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش و كانت تستحض و قال لها و توضأي لكل صلاة و في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أم سلمة و أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة فهذا من باب التخفيف و التيسير عليه فمن به إسهال دائم فيتوضأ في أول كل وقت فقط و من به تفل تريح فيتوضأ في أول كل وقت فقط و من به سلس بول لا يرقأ و لا يبرأ منه أو به شيء من الدماء تنزل من فرجيه فنعمله معاملة المستحاضة أي ممن حدثه دائم و هذا من باب التخفيف و التيسير فهذا الحكم و أصله و قاعدته و الله أعلم طيب المريض الذي ابتلي بأن يخرج طبعا الغائط أو الفضلات من بطنه من فتحة تعمله في المستشفى و يخرج منها الغائط و لا يخرج من السبيلين هذا فيه خلاف بين أهل العلم و القول الأقرب إن شاء الله و هو الذي يفتي به اللجنة الدائمة و غيرهم من أهل العلم هو أن خروج الغائط و البول أي أن كان موضع خروجه يعتبر ناقضا للطهارة فهذا من أعظم ما تنتقد الطهارة به فسواء خرج البول والغائط من السبيلين الأصليين أو خرج من فتحة فوق المعدة أو دون المعدة أو القصطرة أو القصطرة فمتى ما خرج البول من أي مكان فيعتبر ناقضا و إن خرج من غير محله الأصلي ومتى ما خرج الغائط من أي مكان فيعتبر ناقضا و إن خرج من غير مكانه الأصلي لكننا نعامله معاملة صاحب الحدث الدائم فيتوضأ صاحب القسطرة في أول كل وقت ويبقى حكم طغارته شرعا وإن خرج البول أو الغائط منه فلا ينتقذ به طهوره والله أعلم غير المتحكم فيه مثلا حتى ولوك نحن نقصد هذا تقصد غير المتحكم في خروج لأن حدثه دائم ومن حدثه دائم فإنه لا يتحكم بهذا الخروج ومن استطاع مثلا التحكم في وقت خروج البول من القسطرة هذا لا يعتبر من أصحاب الحدث الدائم لا يعتبر من أصحاب الحدث الدائم وإنما يلزم معاملة الصحيح في طهارته نعم طيب الآن استقبال القبلة للمريض المستلقي المتقرر في القواعد أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل والمتقرر في القواعد أنه لا واجب مع العجز إجماعا هذه من القواعد التي أجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر ويدخل فيه استقبال القبلة قال فاتقوا منه ما استطعتم فافعلوا منه ما استطعتم ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وبناء على ذلك فإذا كان المريض على سرير مرضه يستطيع أن يتجه إلى القبلة من غير كلفة ولا مشقة فإنه يجب عليه استقبالها لأنه شرط يمكن تحصيله بلا مفسدة أرجح من مصلحته وإذا تعذر وأما إذا تعذر فإن استقبال القبلة يسقط عنه فإن جميع فرائض الصلاة تسقط بالعجز وجميع أركان الصلاة تسقط بالعجز وجميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز وجميع شرائط الصلاة التي تفعل قبلها تسقط بالعجز لأن أحكام المريض على التخفيف والتيسير ولأنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار لا يوجد هناك ترتيب مثلاً للمريض المستلقي أن يقال له اجعلها عن يمينك فإن لم تستطع جهلها عن يسارك أو اجعلها عند رأسك أو اجعلها عند قدميك مثلاً ليس هذا مبنياً على دليل صحيح وإنما مبني على بعض التعليلات عند الآئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى وأنت تعرف أن مجرد التعليلات الفقهية التي لا تستند إلى دليل فإننا لا ينبغي أن نلزم الناس بها ولا أن نتخذها ديناً يتعبد به لا أصل لها يعني لا أصل لها وإنما إذا كان يستطيع أن يستقبل بصدره ووجه القبلة فالحمد لله وإن كان لا يستطيع فقد أسقط الله عنه كل ما لا يستطيعه فإن الواجبات منوطة بالقدرة وهذا من رحمة الله عز وجل فديننا يا شيخ عبد الله قد رفعت فيه الأصار والأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال النبي سلم بعدت بالحنفية السمحة فأصل وضع الشريعة مبنيون على التخفيف وإذا عرض للإنسان حالة تقتضي تخفيفاً آخر فيخفف الشارع تخفيفاً آخر المريض الذي أغمي عليه في أوقات الصلوات وفاتته مجموعة من الصلوات قد تكون أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر أو شهرين أو من دخل في غيبوبة ثم أفاق منها وخرج وكان مثلاً في عملية وطال وقتها ليومين أو ثلاثة أيام ثم استفاق وعاد يعني استعاد عافيته قضاء هذه الصلوات في وقت غيبوبته أو الإغماء عليه هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى وأصل اختلافهم هو تردد المغمى عليه بين المجنون والنائم فهو فرع متردد بين أصلين وهذا من باب قياس الشبه الذي يبحثه الأصليون ويفرعون عليه هذا الفرع بخصوصه مع فروع غيرها فهل نلحق المغمى عليه بالنائم فنجب عليه قضاء الصلوات وإن طال زمن إغمائه لأن النائم يجب عليه ذلك وإن طال زمن نومه أم أننا نلحق المغمى عليه بالمجنون الذي لا يجب عليه أصالة قضاء شيء لجنونه فإن ألحقناه بالنائم أوجبنا عليه القضاء وإن طال زمن إغمائه وإن ألحقناه بالمجنون فإننا لا نجيب عليه القضاء وإن قل زمن إغمائه والقول الصحيح عندي في مسألة قياس الشبه هو أننا نلحق الفرع المتردد بينهما بأكثرهما شبغا فيما يشبهه فهو أشبه فيما لو قل زمن إغمائه بالنائم وهو أشبه بالمجنون فيما لو طال زمن إغمائه و بناء على ذلك فنقول إنه إذا قل زمن الإغماء عرفا في ثلاثة أيام أو أقل فإنه يجب عليه قضاء هذه الصلوات التي أغمي عليه فيها و أما إذا طال زمن إغمائه عرفا فوق الثلاثة أيام فليجب عليه قضاء شيء من ذلك و هذا أقرب الأقوال إن شاء الله عز وجل في هذه المسألة إذا دخل مثلا المريض في عملية و كان مبنج تبنيج كامل أشبه بالإغماء و فاتته مثلا الصلوات ثلاثة إلى أربع صلوات ثم أفاقا و استعاد عافيته هل يقضي أم يصلي الصلاة الحاضرة مثلا هذا يختلف باختلاف زمن إغمائهم فإن كان زمن إغمائه كما قررته في السؤال الذي قبله طويلا عرفا فوق ثلاثة أيام فيعامل معاملة المجنون فلا نجب عليه شيئا من قضاء الصلاة و أما إذا كان زمن إغمائه قليلا في يوم أو يومين أو ليلة أو ليلتين أو ثلاث فإنه يلزم بقضاء ما فاته بعد الاستيقاظ و استعادة صحته و إفاقته من البنج إفاقة تامة و يروى عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه غوشي عليه ثلاثة أيام فلما استيقظه قال أتروني قد صليت قالوا لا فقضاهن فهذا هو فرقان ما بين القليل و الكثير في زمن الإغماء أنا أقصد في ذات اليوم يا شيخ ربما يستفيق و يستعيد عافيته و الإمام مثلا أو من حضر وقت صلاة المغرب و هو يقينا فاتت صلاة العصر و الظهر و الفجر هل يصلي الحاضرة أم يقضي ثم يصلي الحاضرة المتقرر في القواعد أن الحاضرة أولى بوقتها من المقضية فإذا تعارض الوقت فيما بين أن نؤدي الحاضرة أو نؤدي المقضية بمعنى أننا إن أدينا الحاضرة فاتت المقضية عن هذا الوقت و إن أدينا المقضية فاتت الحاضرة عن وقتها فلا جرم أن الحاضرة أولى بوقتها من المقضية لا يستلزم هنا المولاة و الترتيب و أنه من شرط مثلا صحة صلاة المغرب و إتمام صلاة العصر الجواب لا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى و يسقط الترتيب بنسيانه و بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فالحاضرة أولى بوقتها إذا خيف من خروجه نعم سلمكم الله شيخ و أحسن إليكم تيمم بما يسمى التراب هذا الخفيف في المستشفيات الموجود في مثل العلاب و الحافظات يعني يوجد فيه تراب يا شيخ عبدالله و ينتقى بعناية حماية لهؤلاء المرضى يعني يوجد فيه شيء من التراب من جنس الأرض إذا وضعت يدك إغبر المكان الجواب كل من تيمم على الصعيد الطيب صح تيممه فإذا كانت هذه الأشياء فيها شيء من الغبار أو فيها شيء مما هو من جنس الأرض من رمل أو سبخة أو تراب سواء أكان له غبار أو لم يكن له غبار فإن التيمم عليه تيمم صحيح و بناء على ذلك فهذه الأشياء التي تضعها الدولة من باب التخفيف على المرضى الذين لا يستطيعون الطهارة المائية يصح التيمم عليها فتيممهم عليها صحيح إن شاء الله و الله أعلم لو تعدد المتيممون بهذا الصعيد أو بهذا التراب الموضوع في هذا الحي هذه المسألة يفرعها الفقهاء على مسألة قبلها فإذا عرفنا الراجحة في المسألة قبلها عرفنا الراجحة في المسألة فيها وهي هل يجوز للإنسان أن يتيمم بما إن قد تيومي عفوا أن يتوضأ بما إن قد توضع به هل يجوز للإنسان أن يغتسل بما إن قد اغتسل به وهذه مسألة نبحثها فيما بعد ولكن القول الصحيح أن الطهارة بالماء المتطخر به طهارة صحيحة لا بأس على الإنسان أن يتوضأ بما إن قد توضأ قبله إنسان به أو يغتسل بما إن قد اغتسل قبله إنسان ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولأصحاب السنن بإسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب فدل ذلك على جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة واجبة أو منذوبة فإذا قلنا بأنه يجوز أن يتوضأ بالماء المتوضأ به فمن باب أو لا يجوز أن يتيمم بالتراب المتيمم به فلا بأس أن يتيمم من في غرفة التمريض بهذا التراب يعني أن الماء الذي رفع حدثا أكبر أو أصغر قد يرفعه مرتين يرفعه مرتين وثلاث وأربع وعشر ستوقف لفاصل شيخنا إن سمحت لي شهد الكرام فاصل لنوصل بعده ما تبقى من حلقتنا ركائز هذه ركائز شرعينا تسمو بها أفكارنا تسمو بها أفكارنا أهلا بكم من جديد مشاهد الكرام بعد هذا الفاصل في حلقتنا من برنامج ركائز و الخاصة بنوازل طهارة المريض و صلاته مع شيخنا الشيخ وليد بن راشد السعدان حيك لا من جديد جديد مرحبا أكبر تكلمنا عن التيمم و ذكرتم بما أن الحديث الوارد عن ميمونة رضي الله عنها في أن الماء الواحد يدوز أن يستعمله عدة أشخاص فقسناه على التيمم أن يتيمم به أكثر من مريض في ذات المستشفى أو الغرفة طيب الرعاف الذي ينزل بكثرة من الأنف هل ينقض هذا الوضوء؟ مع أننا سابقا تكلمنا عن موضوع الدم الكثير واليسير لكن في حكم المريض المتقرر في القواعد أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان إلا بدليل شرعي والمتقرر في القواعد أن نواقض الوغذوء توقيفية على النص وبناء على ذلك لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أن من جملة النواقض خروج الدم من غير السبيلين فإذا رعف الإنسان أو خرج الدم من سنه بعد قلعه أو نحو ذلك وكان متطخرا فإن القول الصحيح بقاء طهارته على حالها ومن حكم عليها بالانتقاض فليأتي بالدليل الدالي على ذلك فإن قلت وكيف نفعل بما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وهو يصلي فليأخذ بأنفه ثم ليخرج فهذا دليل على أنه يريد أن يوهم الناس أنه أرعف فانتقض بضوءه جواب لا بل الحديث محمول على أنه إيهام للناس بأنه خرج منه ما يوجب تلويث المسجد فلا شأن لهذا بقضية انتقاض الطهارة من عدمها وإنما هو يريد هو يريد أن يخفي عليه مسألة حدثه فقال فليأخذ بأنفه من باب الشتر عليه أنه أحدث فهذا دليل على وجوب وقاية المسجد مما شأنه أن يلوثه فهذا الحديث في هذه المسألة والخلاصة أن خروج الرعاف ولو كان كثيرا غزيرا لا ينقذ الطهارة في الأصح والله أعلم أليس هذا الدم نجسا؟ هذه مسألة خلافية ولكن عندي فيها قاعدة أسأل الله عز وجل أن يجعلها من الحق وهي أن الأصل في الدماء الطهارة إلا الدماء التي دل الدليل على تنجيسها وذلك لأن الدم عين من الأعيان وشيء من الأشياء والأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل يدل على نجاستها وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه أخرج يده من أنفه وعليها شيء من الدماء ثم حكها بين أصبعيه وصلة وكان الصحابة أيضا يصلون في جراحاتهم في الحرب وتعرف ذلك الحديث حديث العينين من الأنصار والمهاجر الذي بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان ربيئة من الكفار يرقبهما فألقى فرمى أحدهما بسهم وهو يصلي فخرجت الدماء تسيل ومع ذلك استمر في صلاته مع اختلاط هذا الدماء ببدنه وثيابه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والحديث حديث حسن وسنده جيد إن شاء الله تعالى فليس هناك دليل يدل على أن مجرد خروج الدم فليس هناك دليل يدل على أن الدم في ذاته نجيس وأما قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم فهذا يجاب عن الاستدلال به بجوابين الجواب الأول أنه مطلق مقيد بالدم المسفوح في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا والمتقرر في القواعد أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب الثاني أن الدليل إنما نص على تحريم الدم فلو سلمنا أنه كل الدم فإن التحريم لا يستلزم النجاسة لأن المتقرر في القواعد أن كل نجس حرام ولكن ليس كل حرام نجسا فليس كل دليل يدل على تحريم الشيء نستفيد من دليل التحريم نجاسته فالنجاسة وصف زائد على التحريم لا بد لها من دليل خاص وأما الدماء النجسة فهي نوعان عندي الأول الدم المسفوح لدليل للدلالة على نجاسته في الآية التي ذكرتها لك أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه ريجس ومعنى الرجسية هنا أي النجاسة والثاني دم الحيض فإنه نجس لما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض يصيب ثوبها من دم الحيضة تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه فدم الحيض دين عين أمر الشارع بغسلها والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة ولا حدث هنا فيبقى أنه نجس وأما ما عداها من الدماء فالقول الصحيح عندي هو طهارته والله أعلم أحسن الله إليك الآن إذا كان هناك مريض وقررت له عملية ومثلا بعد العصر وقيل له أن هذه العملية ستستمر إلى منتصف الليل هل يحق له أن يصلي المغرب والعشاء مثلا إن دخل وقت المغرب المغرب عشاء جمعا أو قبل دخول وقتهما أو يتركهما حتى يقضي الله أمره بعد انتهاء العملية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فمتى ما حل الحرج في التفريق بين الصلاتين المجموعتين فإن الله يرفع ذلك الحرج بالفرج وهو الجمع ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلما سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فكل مكلف وقع عليه الحرج في تفريق الصلاتين المجموعتين فله أن يجمع بينهما فإن قلت وأي الجمعين أفضل التقديم أو التأخير فنقول المتقرر في القواعد أن فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير هو الأولى فإذا كان جمع التقديم أرفق به فيقدم وإذا كان جمع التقديم أولى أو أخف عليه فيؤخر وبناء على ذلك فالطبيب الذي سيجري هذه العملية فله أن يجمع جمع التأخير أو التقديم على ما هو الأرفق به والمريض الذي سيجري هذه العملية التي ستستغرق هذا الوقت كله الأفضل له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير على ما هو الأرفق بحاله والله أعلم أحسن الله إليك طيب الآن ننتقل إلى أيضا نازلة أخرى وأننا نشهدها في مساجدنا وهي الصلاة على الكرسي من لم يستطع أن يجلس الجلوس ومن لا يستطيع أن يسجد لكنه يستطيع القيام من يستطيع الركوع ولا يستطيع الجلوس ومن يستطيع السجود ولا يستطيع القيام وهكذا هذه حقها مسألة شائكة كثيرا نود تقعيد فيها مهم وخلاصة الحكم فيها لمن أراد أن يصلي على الكرسي باختلاف حالاته هذه هذه الاختلافات ترجع إلى قاعدة واحدة سأبينها بعد قليل ولكن أصل المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يقعد في الفريضة في محل القيام إلا إذا كان قعودا تقتضيه الضرورة أو الحاجة الملحة فالذي يصلي على الكرسي بلا حاجة ولا ضرورة فإن صلاته باطل لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة في الفريضة وقد قال الله عز وجل وقوم لله قانتين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته قال صل قائما ولا أعلم نزاعا بين أغن العلم على فرضية القيام في الفرائض فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى الصلاة على الكرسي قاعدا إذا كان قادرا في الفريضة على القيام هذا أصله وأما إذا كان سيصلي على الكرسي فإن العبرة في الصلاة على الكرسي باعتبار حاله قائما لا راكعا ولا ساجدا فإذا كان سيصلي قائما بمعنى أن العجز عنده ليس في القيام وإنما في الركوع والسجود فيجعل أقدام الكرسي الأمامية فيجعل أقدام الكرسي الأمامية محاذية لأقدام من في الصف فيجعل أقدام الكرسي الأمامية محاذية لأقدام من معه في الصف وأقدام الكرسي الخلفية يردها قليلا عن الصف الأول ربما تؤدي من خلف انتبه لهذا مسألة أخرى الآن لا تدخل مسألة في مسألة نحن نريد الآن هل يقدم الكرسي ولا ما يقدم هذا تقديم الكرسي أو تأخيره معتبر بحال القيام أو القعود فإن كان عجزه ليس في القيام وإنما عجزه في الركوع والسجود فحينئذ يجب عليه القيام وتكون أركان الكرسي الأمامية محاذية لأقدام المأمومين وأما إذا كان سيقعد حال القيام فالعجز عنده في القيام فحينئذ تكون أركان الكرسي الخلفية محاذية لأقدام المصلين وتكون أقدامه قاعدا على الكرسي متقدمة فيكون الظهر محاذيا يكون الظهر محاذيا بأقدام الكرسي الخلفية إلى المصلين فإذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة وهي أن أقدام الكرسي تختلف باختلاف القيام والقعود فإن كان عجزه كان عن الركوع والسجود لا عن القيام فيصلي قائما وتكون أركان الكرسي الأمامية محاذية لأقدام المصلين وأما إذا كان عجزه عن القيام أصالة وسيصلي قاعدا ويومئ راكعا وساجدا فإنه يجعل أركان الكرسي الخلفية محاذية لأقدام المصلين طيب من قام وكبر مع الإمام ثم جلس وقال أنه يكفيه هذا لكن يستطيع أن يقوم القيام متوسط لديه لكنه كبر وقام مع الإمام حتى قرأ الفاتحة ثم جلس بقية الصلاة ليس عندنا شيء 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 عبدالله تقول متوسط أو غير متوسط إنه عندنا المقياس في قضية القادر أو غير القادر فإن كان جلوسه قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام كان جلوس قدرة واختيار وتوسع ليس جلوس اضطرار ولا حاجة ملحة ليس اضطرارا كاملا فما فيش يسمك كاملا أو ناقصا هو عن اضطرار ولا عن حاجة إذا ضغط على نفسه يقدر الجواب لا لا يضغط على نفسه إذن هو جلوس حاجة هو جلوس حاجة بمعنى أنه يستطيع القيام لكن بكلفة زائدة ومشقة لم يأتي الشارع بتحملها فهذا يجيز له أن يصلي جالسا لكنني أقصد من كان جلوسه جلوس اختيار وتوسع فهذا صلاته باطلة في البريض وأما إذا كان جلوسه جلوس اضطرار بمعنى أنه لا يستطيع القيام أصالة أو جلوس حاجة بمعنى أنه يستطيع القيام ولكن عن مشقة لا تأتي الشريعة بتحملها فيجوز له الصلاة جالسا الآن الإخلال بركن يعني كثير من الناس ربما يصاب يضع جبيرة على ساقه وركبته ولعب كان يلعب كورة لكن يجي يوم السجود يقول والله يعني لا سجدت كده أحسب مدرجلي على وراء وحطي الدهنة وأسوي فخلني أقضع كرسي لا بأس إذا كان ذلك الأرفق والأرعى بحالته الصحية فلا حرج فيه ولا بأس عليه نعم أبدا أبدا لا بأس عليه حتى لو تحرج حتى ولو كان من باب التحرج لأن كل فعل يسقط المرؤة فيسقطوا عنهما يسقطوا مرؤته فمن الناس مثلا من يرى حرجا عظيما في أن يأتي بجبيرته وقد مدها أمام الناس فيقول والله صلاة على الكرسي أو لا فيقول صلاة على الكرسي أو لا نعم فحينئذ لا بأس عليه ولا حرج إذا كان ذلك هو الأرفق بحالته المرضية والدين مبني على التخفيف والتيسير ولله الحمد من أو صاحب طبيعي ولكن لا أدري لماذا خصصت اللاعبين مع أن الناس تكسروا أرجلهم في غير اللاعب لكن إخواننا اللاعبون لا بد أن يرخص لهم لا يستاهلون و غير اللاعب لا ننظروا إلى الأعداء لا ننظروا إلى أصناف الناس فيها أنا لاعب بس هنا على الطاولة لكن يا شيخ الآن الطبيب إذا كثير من مثلا كبار السن من تعمل لهم عملية العيون هذه المياه العيون يوصون بعدم الركوع والسجود لكن بعض اللحن يأخذون معه القيام في صلاة المعك لا لا إنما إنما يسقط عنه ما أوصى به طبيبه أن لا يفعله وأما ما يأخذه توسعا و اختيارا من غير وصية طبيبه فهذا يؤثر في صلاته فإذا عمل هذه العملية وأوصاه الطبيب بأن لا يستد ثلاثة أيام أو لا يدخلها الماء كذا و كذا من الأيام فحينئذ يجب عليه أن يعمل بنصيحة الطبيب و يسقط عنه الإيماء راكعا و يسقط عنه السجود كاملا و يومئ به إيماء و إذا كان الركوع أيضا كذلك فيومئ راكعا و ساجدا و يجعل السجود أخفضا من الركوع لأن الواجبات ما نوطة بالقدرة على العلم و العمل فلا واجب مع العدس و أحكام المريض مبنية على التخفيف و التيسير و لله الحم صل الجالس و لو وقف يعني إذا كان قادرا على الصلاة وقفا فلا يحل له الجلوس الجلوس و إذا كان عاجزا عنها فيحل له الجلوس انتهى الوقت تماما لكن بقيت مسألتين لا بد لي أن أمر عليه أمر عليه و أنا أمر على جوابهما مختصرا بإذن الله تعالى الجبيرة إذا علم أنها ستجبر هذه اليد يجب أن يكون متطاهرا مثلا متوضئا الجواب من باب الأفضلية لا من باب الوجوب ولا حرج عليه في أن يمسح عليها ولو بعد ذلك فإن لبس الجبيرة لا يشترط للمسح عليه بعد ذلك أن يكون متطاهرا لأن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة و لا أعلم دليل يدل على اشتراط تقدم الطهارة كالخف طيب إذا منع أحد الأعضاء من المس الماء هذه اليد فيها لا قدر الله حرق أو شيء لا يصلها الماء يكتفي بغيرها المتقرر في القواعد أنه متى ما تعذر الأصل فيصار إلى البدل سواء كلا أو جزءا فإذا عجز عن الطهارة كلها فينتقل إلى التيمم و إذا عجز عن بعضها فيسقط عنه ما يعجز و يعوضه بالتيمم فإذا توضأ وضوءا كاملا يترك هذا العضوى المحروق أو الذي لا يستطيع أن يصله الماء ثم إذا انتهى من طهارته و تنشف يضرب الصعيد بيديه بنية رفع الحدث عما بقي من أعضاء طهارته اللصقات التي توضع للعلاج إذا كانت وضع اضطرار و حاجة ملحة أي من باب التداوي فحينئذ يمسح عليها مسحا فإن المتقرر في القواعد أن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة لا ليست اضطرارا ببعض الحيان نحن نضعها تعالوا يعني تداوي تداويا تداويا ولكن ليس من باب التداوي المهم ولا الضروري ولا الحاج نعم فيجب إزالتها لأن كل ما من شأنه منع وصول الماء إلى البشرة المأمور بغسلها فإنه يجب إزالته إلا إذا كان وضعه مبنيا على الاضطرار أو الحاجة الملحة شكر الله لك وضعي الشهر راشد السعينان على الإضاحة في هذه الحلقة من ركائز تهينا من نوازل طهارة المريض و صلاته و بذن الله تعالى في الحلقات القادمة سنستعرض و إياكم في ركائز العديد من المسائل الفقهية النازلة بإمكانكم متابعتنا و إرسال ما يستشكل عليكم من هذه المسائل في وسم البرنامج برنامج ركائز في تويتر و بإذن الله تعالى سنفرد حلقة خاصة لإجابة على هذه الاستشكالات إلى ذلك الحين و في كل حين سعودكم الله لذي لا تضيعوا دعو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و قياس مسألة على أخرى سما أسلفنا هذه ركائز شرعنا تسمو بها أفكارنا تسمو بها أفكارنا تسمو بها أفكارنا